خزينة أسرار ويكيليكس لا تنطب بل يبدو أنها زاخرة بمعطيات غنية تظهر ما يحك في كواليس السياسة العالمية في الخفاء موقع ويكيليكس الذي كشف مسبقا عن وثائق تثبت تورط بعض الحكومات العربية والإقليمية وتؤكد انخراطها في الأزمة في سوريا يكشف مجددا عن أحد ركائز الاستراتيجية الأمريكية والتي تعتمدها منذ العام 2006 لإسقاط الدولة السورية عبر إخلاء سوريا من سكانها من خلال التسبب بموجات تهجير جماعية بغية توصيل البلاد إلى حفة الانهيار وذكرت مصادر أعلامية عن أسانج قوله بأنه يوجد خلف طرد مئات الآلاف من السوريين من وطنهم حسابات وعية للأشخاص والمجموعات التي تستفيد من الحرب مباشرة وهم المحافظون الأمريكيون وشبكاتهم في الصناعات الدفاعية والشركات المرتزقة وشبكات التجسس السرية وأضف أن الهدف من إخلاء سوريا من سكانها هو إضعاف سوريا وتوقف دورة الحياة فيها عبر تهجير العقول والأدمغة والخبرات الأكاديمية وقال أسانج أن وكالة الاستخبارات والشركات العاملة في مجال الصناعات الدفاعية لها مصلحة باستمرار الحرب في سوريا وهي تخلق المشاكل لأنها تعرف أنه ستكون هناك حاجة لهم لحل هذه المشاكل باختصار كلام أسانج هذا يؤكد الدور الخبيث لبعض الدول كالولايات المتحدة والتركيا وقطر والسعودية الهدف لإضعاف دور سوريا المقاوم في المنطقة اشتركوا في القناة